و أنت تعرف ما هو الندم أنت تعرف ما هو الندم الندم هذا الشعور النفسي هل عشته لأن الندم أعظم شروط التوبة قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة وهل عزمت أن لا تعود هل أقلعت عن الذنب وتخلصت من كل الأشياء التي تصلك بالذنب و تذكرك بالذنب و تسعل لك الذنب هل صليت ركعتين التوبة و بالمناسبة هذه الصلاة ورد فيها صلاة التوبة ورد فيها فضائل يعني تعالوا نتعرف الآن على كفارات خاصة غير التوبة العامة كفارات خاصة وردت لذنوب معينة يعني مثلا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفير كل لحاء ركعتان ما هو اللحاء؟ المخاصمة و المنازعة و المسابة افرض واحد صار بينه و بين زوجته و بينه و بين بعض أقاربه و بينه و بينه و بعض جيرانه و بينه و بينه و بعض المسلمين صارت صار سباب و شتائم و لعن ايش الكفارة؟ قال تكفير كل لحاء ركعتان رواه الطبراني في الكبير و البيهقي في الشعب و حسنه الألباني اذا لو قال واحد والله اليوم انا زليت في لساني زلات و انا اليوم سبيت و شتمت و نقول توضأ و صلي ركعتين تكفير لإثم الفحش و السب ألاحظ أن الوضوء الذي يسبق الركعتان يذهب الغضب لأن الغضب يصاحب فوران الدم حرارة و الماء يطفئ هذه الحرارة و يكسر حدتها طيب كفارة أخرى لذنب آخر كلمة التوحيد لا إله إلا الله هتنفع دائما لكن ورد لذنب معين أنك تقول لا إله إلا الله ما هو الحلف بغير الله لو واحد قال وحيات أبي و راس أبي وحيات أولادي و الأمانة و الكعبة و النبي و النبي و الحسين و البدوي و يعني حلف أي حلف بغير الله إيش الحل قال عليه الصلاة و السلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك طيب والآن هذا يعني سواء كان كفر أكبر أو أصغر على حسب اعتقاد الحالف بغير الله بعضهم يحلف بالأولياء و بعضهم يحلف ماذا يفعل قال عليه الصلاة و السلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة لأنه كانوا متعبدين عليها طالعين من جاهلية دخلوا في الإسلام و لا زال اللسان فيه من أثار الجاهلية و صلمه عليه ذي سنوات قال من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله إذن هذه هذه كفارتها يعني هذه كفارة خاصة لهذا الذنب المعين قال و من قال لصاحبي تعالى أقامرك فليتصدق رواله خالي مسلم يعني لو أنت قلت مثلا لصاحبك تتحدى أنه هذا كذا قال أتحدى قال من كم من كم قال من مية يعني نتحدى و إذا طلع كذا إذا طلع كلامي إذا صار كلامي تدفع لي مية و إذا صار كلامك أدفع لك مية هذا مقامر قمار قال و من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق يعني تعالي لعب قمار تعالي لعب قمار أو يعني دخلوا في التحديات بالفلوس أو مقامرات على فوز النادي نشوف مين يفوز النادي الفلاني و إلا الخيل الفلاني أدفع لك و تدفع لي المراهنات المراهنات المقامرات الميسر المعروف و من قال لصاحبي تعالى أقامرك فليتصدق رواه البخاري و مسلم إذا إذا واحد حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله و من دعا إلى المقامرة أو وافق ناس في قمار فليتصدق طبعا لو أخذ مالا بالباطل حراما هذا مفروغ منه يعني و زيادة على ذلك يتصدق طيب ذنب ثالث و كفارته التشاوم الطيارة قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيارة من حاجة فقد أشرك واحد رأي يعمل حاجة رأى في الطريق صاحب عاها فتشائم و رجع قال هذه ما فيها خير اليوم و رجع بعض الناس يتشائم برقم ثلاثة عشر بعض الناس يتشائم بالأعور بعض الناس يتشائم بحماته بعض الناس يتشائم بصاحب عاها بعض الناس يتشائم التشاؤمات العرب كان يطلق الطير إذا راحت شمال مثلا يبغي يتزوج يطلق الطير راحت يمين تزوج راحت شمال تشاؤم قال لا ما فيها خير ما تزوج يريد السفر يطلق الطير راح يمين يسافر ما راح راح شمال يبطل من السفر قال عليه الصلاة والسلام من ردته الطيرة يعني هذا التشاؤم من حاجة هذه حاجة مصلحته يعني ردته الطير فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفرة ذلك قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك الذي ردته الطير التشاؤمات هذه ردته من حاجته ومنعته من إتمامها والمضي فيها ليش يعتبر ليش وقع في الشرك لأنه اعتقد أن الله شريكا في تقدير الخير والشر فالطيور مسخرة بأمر الله وما يحدث للإنسان من الحوادث يعني سواء كانت أشياء سعيدة أو أشياء تعيسة هذه ما لا علاقة بقضية الطيور راحة يمين لراحة شمال ما لا علاقة برقم ثلاثة عشر ما رقم ثلاثة عشر يعني راح يبغي مثلا يشتري حاجة ولا ياخذ شيء في حجز أرقام فطلع له رقم ثلاثة عشر قال لا هذا رقم هذا شؤم هذا شؤم بطلت خراس بطلت أو ليقرأوا في الأبراج برج الحمل برج الجدي برج الأسد برج الميزان برج الدلوب أبراج هذه بعض العرافين هؤلاء المنجمين الخبثاء يكتب له رقم السعد ورقم النحس وأيام السعد وأيام النحس لا تعمل كذا يوم الأربعاء ولا تعمل كذا وعمل كذا يوم هذا ينبغي أن يوحد الله ويمضي في حاجته إذا كانت حاجة خير أو حاجة مباحة ولا يرد لا كلام منجم ولا كلام عراف ولا أرقام ولا كلام فارغ ويقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك طيب هذه طبعا يعني عبرات تزيل ما في النفس من رواسب الجاهلية والتشاؤمات والتشاؤمات وتجعل واحد توكل على الله وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال منا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم يعني أشياء من الشيطان عمل رابع وكفارته واحد نسي صلاة نام عن صلاة ما هو الحل قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري رواه البخاري أو مسلم طيب هذا في حق من لم يكن النوم عن الصلاة عاد عنده كما قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فلما تتأخر عمدا عن النوم ضيع صلاة الفجر في تفريط في اليقظة ما تحط المنبه ولا تعمل أي سبب للاستيقاظ في تفريط في اليقظة أما عملت كل الأسباب ونمت خرص طيب الآن واحد نام ما أكثر مع الأسف يعني الذين يضيعون صلاة الفجر عن وقتها وما يظل إلا بعد طلوع الشمس يسهرون على أفلام وعلى مباريات وفي مجالس الألعاب الفارغات وعلى ألعاب الإلكترونية وعلى مواقع التواصل ويضيعوا صلاة الفجر طبعا هذا خطر عظيم هذا شيء فضيع يعني وأيضا لا بد يكثر من صلوات النوافل حتى يعوض نقص الفريضة طيب خامسا الحلف على ترك الخير والله ما أسوي كذا والله ما أدخل بيتك يا خالي وهكذا يعني يحلف على قطع رحم يحلف على ترك خير إيش الكفارة قال الله تعالى وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الْنَّاسِ لا تجعلوا الله عُرْضة يعني لا تجعل الحلف بالله مانعا من عمل الخير وبعدين يجي الناس يقولك اتق الله يعني صل رحمك قطعت افعل كذا تقول بس أنا خلص حلفت خلص حلفت إيش أسوي حلفت إيش تسوي الكفارة كفارة اليمين والتوبة إلى الله وأصلا عندك نهي وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ يعني واحد مثلا دخل يصلح بين اثنين مثلا يعني دخل يصلح بين اثنين فناله أذى ناله واحد منه ما سبه ولا واحد فقال والله ما عاد أصلح بين ما عاد أصلح بين أي واحد وخصم خصمه ما خرص والله ما أصلح بين اثنين خرص بعد اللي صار لهذا ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس قال ابن عباس هو أن يحلف الرجل أن لا يكلم قرابته ولا يتصدق أو يكون بينه وبين إنسان مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما ويقول قد حلفت قال يكفر عن يمينه وفي الحديث الصحيح من حلف على يمين فرأى غيرا خيرا منها فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمينه وقال عليه الصلاة والسلام والله لأن يلجأ لأن يلجأ يعني يقيم على يمينه ولا يحلث فيها لأن يلجأ أحدكم يعني يصر يصر والله لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطيها كفارتها التي فرض الله روى بخاري ومسلم يعني يقول والله ما عتكلم أهلك ولا تطب بيت أهلك ولا تدخلي بيت أهلك ويعني ما هو ليس أهلها مثلا أشرار كفار سحراء ولا لا مع ناسة لكن صار فيه غضب صار زعل فيه اختلاف حلف عليك طيب أنت الآن حلفت عليها أن تقطع رحمها فالحديث يقول إن بقاءك على يمينك أشد إثما من أن تذهب وتكفر عن يمينك وروح أصلا إذا كفرت عن يمينك أكتبت إلى الله حليت المشكلة لأنه عدم لأن استمرارك على اليمين هذا الفاجر أو اليمين هذه الخاطئة حرج عليك وحرج على الزوجة وحرج على أهل الزوجة أنت الآن تفرق بينهم كان بعضهم يحلف أن لا يحدث يعني يجوا لبعض المحدثين فيزعجوه يعني يزعجوه ويخلقوا راحته ويجوا في أوقات غير مناسبة فيحلف يقول والله لا أحدثكم ثم يرجع يقول هذه كفارة هذا ويرجع ويحدثهم من الواقع المؤلم أن بعضهم إذا حلف حلف مثلا على أن يقطع أخاه الشقيق يقول خلاص أنا حلفت يا أولادي أنا حلفت إيش؟ تورف القطيع لأولادك أيضا تورف القطيع لأولادك سادسا يقول عليه الصلاة والسلام فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي إيش هذه فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ يعني انشغاله بهم عن عمل الخير التهى بهم عن صلاة يعني منعوا أو يعني قال لا وأولاء الشيطان قال وأولادك لا تتصدق ترك الصدقة جروا لحرام ما دخل على بيت حرام بسببهم هذه يعني فتنة الرجل في أهله وماله في أهله وولده قال الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة كذلك لو سوى يعني فتنة في المال فتنه ماله فعمل حراما فيه مثلا ترك واجبا بسبب المال هذه فتنة فتنة إيش يسوي عنده الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرأيتم يا إخواني أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تكفير الخطايا لما تأمر بالخير وتنهى عن الشر وتمنع المنكر هذه في لك فيها كفارة خطايا سابعا لغو المجلس كثيرا من مجلس مجالس وكرام لا كذب على غيظة على نميمة على بهتان على يعني لغط لغط ولغو قال عليه الصلاة والسلام من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسي ذلك قال ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارته هذا حديث صحيح هذه كفارة المجلس ما أكثر المجالس وحتى مجالس النساء مثلا يقع فيها لغط كثير ولغو أشياء طيب هل من شيء يمحو هل من شيء يكفر هل من شيء والله شو عندك يعني عندك هذه كفارة المجلس العظيمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك كفارة القطيعة أنت تشاجرت مع واحد وقاطعته ولا عد لا يكلمه ولا تكلمه ولا يكلمك ولا تكلمه خرص مصارمة مهاجرة مقاطعة إيش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وإن أولهما فيئا أول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفيئ وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن مات على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبا أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان راه أحمد وحديثه صحيح أنت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين أختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين أنت تندمين أو أنت تندم وترد تسلم عليه وتتصل عليه ولا تروح إلى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد أنت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان طيب نختم نختم ب يعني كفارة عظيمة للكبائر جاء رجل نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة شوف السؤال قال هل لك من أم عندك أم على قيد الحياة قال لا آه فات قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها إذن رح شف لك شيء تبر به أمك إذا أنت سويت مصيبة رح شف لك شيء تبر في أمك وإذا أمك فاتتك ألحق على خالتك ألحق على خالتك لأن الخالة بمنزلة الأم جاء رجل إلى عمر قال إني قتلت نفسا قال ويحك أخطأ أم عمدا هل من والديك أحد حي قال نعم قال أمك قال لا والله إنه لأبي قال انطلق فبره وأحسن إليه فلما انطلق قال عمر والذي نفس عمر بيده لو كانت أم حية فبرها وأحسن إليها رجوت أن لا تطعمه النار أبدا وجاء رجل ابن عباس قال قتل قد نو قتل رجلا قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فسألوا عطاء ليش ابن عباس سألوا أم حية ولا لا فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة وقال مكحور